بعد أحداث ملعب رادس من يواجه النادي الأهلي في نصف نهاء دور الأبطال الترجي الفائز أم شبيبة القبائل شكوى من شبيبة القبائل الجزائرية للكاف ضد الترجي وبيان من الكاف يندد فيه أحداث الشغف في ملعب رادس ويلمح بإصدار قرارات سريعة وما بين إقامة مباراة الأهلي والترجي في نصف النهائي دون جماهير في رادس وعقوبات منتظرة على الترجي يأمل شبيبة القبائل في قرار يؤيده للبطولة باستبعاد وارد للترجي من البطولة أحداث الشغف في ملعب رادس كانت واضحة عبر لقطات الفيديو وقرارات حكومية تونسية ضد المشاغبين وأعلان مجموعات التشجيع تعليق نشاطتها في كل الأحوال سواء لعب الأهلي أمام الترجي بجماهير أو دون جماهير أو لعب أمام شبيبة القبائل فنحن في الأهلي نصف يا أعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة هكلمكم كتير كتير عن الوضع الآن بالنسبة للترجي شبيبة القبائل الوضع اللي حصل في مباراة رادس الأهلي هيواجه مين في نصف النهائي؟ أصلاً كلها أمور أصبحت الآن معلقة باش نرجع بقى مرجوعنا ما إذا سيحدث في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ الأهلي ومن؟ هي مباراة الزابعة تكون 13 مايو خارج القاهرة يعني في ملعب المنافس منافس النادي الأهلي اللي هو مين؟ اللي فاز في دور الثمانية هو الترجي فالمفروض الأهلي هي لعب الترجي صح كده؟ وقت حضراتكم يوم انتهاء مباراة الترجي وشبيبة القبائل ان الترجي هيلعب مع النادي الأهلي في رادس على الأقل بدون جماهيره على الأقل بدون جماهيره الجديد ان شبيبة القبائل بيجهز ملف للكاف عشان يطلب حجم الاتنين إعادة المباراة واحتساب المباراة ليه؟ ده ليه؟ عشان المباراة دي كان فيها أحداث شغب كبيرة جداً من جماهير الترجي في ملعب رادس كبيرة جداً جداً يعني طيب أحكي لكم التفصيل التفصيل معنا يا جماعة هنا دلوقتي دلوقتي يلا بينا يلا بينا وهدردش معاكم برضا هنكمل دردشة في هذا الأمر لما أرى لكم الحاجات دي مهمة جداً أصبحت مواجهة النادي الأهلي للنادي الترجي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب احتمالية اقصاء الفريق التنسي من البطولة بعد أحداث الشغب التي شهادتها مباراة وأمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع النهائي البداية كانت مع توقف مباراة الإياب ربع النهائي بين الترجي وشبيبة القبائل على ملعب رادس لمدة وصلت إلى أربعين ديئة بعد نهاية الشوت الأول بسبب الشغب الجماهيري قبل أن يكرر الحكم استكمال المباراة بعد السيطرة على الأمر ليتهى للترجي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف بمجموعة المباراتين لكن الأمر لم ينتهي هنا شبيبة القبائل أصدر بيانة رسمياً أكد خلاله تقديم شكوى رسمية إلى الكاف بشأن أحداث المباراة مرفقة بملف كامل يحتوي على مقاطع فيديو والصور توضح المعاملة غير الجيدة التي تعرضت لها بعثة الفريق سواء لعبين أو جماهير مما أدى إلى إصابة بعض الجماهير بجانب إلقاء المكذوفات والغاز المسيل للدموع داخل محيط الملعب ما جعل اللاعبين غير قادرين على التنفس بالشكل السليم أكد شبيبة القبائل في بيانه أنه طلب من مسؤول الكافة المتواجد داخل أرضية الملعب ضرورة عدم استكمال المباراة بسبب وجود تهديد على الفريق لكنه قرر في النهاية استكمال اللقاء رغم أن الوضع كان خارج السيطرة ده بيان شبيبة القبائل جاء رد الاتحاد الأفريكي سريعا على أحداث المباراة بعدما أصدر بيانا أدان خلال أحداث الشغبة التي حدثت مع التأكيد على تسليم ملف هذه المباراة لجهة التحقيق المسؤولة لاتخاذ القرار اللازم وتضمن البيان عبارة قد تغير من مجرد تحقيقات إذا قال كاف تم إلقاء أشياء مؤزية داخل أرضية الملعب وتنص لقاحة البطولة دي من عندنا احنا بقى يعني اللي قاله الكاف تم إلقاء أشياء مؤزية داخل أرضية الملعب إحنا بقى بنقول لك اللقاحة وتنص لقاحة البطولة على إلغاء المباراة في حال أجبر الحكم على عدم استكمال المباراة بسبب إلقاء الأشياء داخل أرضية الملعب تبقى للمدة 12 من جانبه دي بقى مهمة جدا موقف النادي الأهلي وده خاص هنا لنا الرقم 10 تواصل النادي الأهلي بصفة ودية مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لبحث موقف الترجي بعد أحداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل إلا أن مسؤولي كاف أكده أن الأمن قيد التحقيقات وكل الأمور وردة وقام مسؤولي النادي الأهلي بإبلاغ مرسل المدير الفني للفريب بالوضع كاملا وأن كافة الاحتمالات وردة فيما يخص نصف نهاء دوري أبطال إفريقيا سواء بمواجهة الترجي في رادس دون جماهير أو نقل المباراة خارج تونس أو حتى مواجهة شبيبة القبائل حال إلغاء نتيجة مباراة الإياب وذلك حتى يكون المدير الفني جاهزا لكل السيناريوات الأهلي أكد لكل الأهم في الوقت الحالي هو وضع تركيزه بالكامل على مباراة السوبر المصري أمام الزمالك ثم انتظار نتيجة تحقيقات كاف فيما يخص منافس الأهلي القادم في دوري أبطال إفريقيا هذا هو الوضع بالكامل موقف شبيبة القبائل اللي بعت للكاف أو أصدر بيانه وقاله أنه هيبعت للكاف ملف كامل للي حصل في ملعب برادس الوضع في الترجي وضع صعب جدا والله يكون في هون النادي الترجي وبالتأكيد جميع النادي الترجي والوضع بشكل عام يعني ما حبش نشوف الأمور دي في أي ملعب كرة في العالم حماية للناس والجماهير احنا بالمناسبة كمان لما بنعرض ده مش بنقول احنا عايزين الأهلي ما يلعبش الترجي ويلاعب شبيبة القبائل مش دي الحكاية احنا بس بنحكي خبر في وضع ملتبس دلوقتي والأهلي شغلوا هذا الأمر وبالتأكيد جميع النادي الأهلي شغلهم هذا الأمر وجميع النادي الترجي ونادي الترجي وأيضا النادي شبيبة القبائل بس في نقطة مهمة جدا نقطة في منتهى الأهمية من الكواليس دي لو سألتني النادي الأهلي يحب يلاعب مين أكتر النادي الأهلي عايز يلاعب الترجي في تونس دون جماهيره أو خارج ملعبه بالنسبة له هتبقى لأمور أفضل منه يواجه شبيبة القبائل في الجزائر بجماهير شبيبة القبائل هتقول لي آه يعني الأهلي كده خايف من شعورة القبائل ومش خايف من الترجي لا مش ده الوضع خالص كده كده ودعي ما نقولي الجملة دي لما تلعب النادي الأهلي تبقى أنت الأعلان بطبيعة الحال كبير القرى يعني بس لو قلت له قلت الأهلي تفضل مين ممكن يقولك الترجي في الوضع ده تمام ده الوضع في النادي الأهلي دي فكرة النادي الأهلي ده اللي بيدور في النادي الأهلي بالمناسبة مش بقولك الدماغ أنا هو ده اللي بيدور في النادي الأهلي لو عن الأحسن يعني فممكن شبيبة ممكن الترجي ماشي موسيقى 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 موسيقى